والآن مشاهدين سمعتم كثيرا عن سوق الحيوانات البرية في وهان وأيضا سمعتم عن المريضة رقم واحد عن انتقال الفيروس من خفاش إلى إنسان عبر حيوان آخر هذه النظرية برمتها نعم برمتها قد تكون خاطئة كان الشيء قد يكون بدأ هنا في مختبر وهان للفيروسات النظرية ليست جديدة لكن قد لا تبقى نظرية هذا على الأقل ما يؤكده عراب اليمين الجديد والمستشار السابق للرئيس ترامب المنظر اليمني الأشهر ستيف بانون في داخل مختبر وهان للفيروسات كان فيروس كورونا المستجد سجينا لسبب ما أفلت الفيروس أو تم إطلاق صراحه بانون يقول إن المعلومات التي ستكشف ستصدم العالم ودائما على ذمة بانون لكن كيف؟ ماذا حصل لي تتأكد هذه النظرية؟ بحسب بانون هؤلاء العلماء كثيرون منهم انشقوا عن النظام الصيني بعضهم وصل إلى أمريكا أو لندن وفي هذه اللحظات بالذات ينقلون معلوماتهم إلى المخابرات الأمريكية والبريطانية هذه المعلومات المشاهدين التي نتابعها تؤكد أمرا واحدا الحزب الشيوعي الصيني مسؤول عن تفشي الفيروس عمدا أو عرضا هناك طرف سري آخر في القصة من أنشأ هذا المختبر قبل خمس سنوات؟ أنشأتها شركات فرنسية متخصصة بانون يجزم الفرنسيون زرعوا أجهزة التنصت هنا في هذا المختبر الذي نتابعه وهم أيضا يعرفون الحقيقة فماذا سيكون الثمن الذي قد تدفعه الصين عن الجائحة التي أوقفت سير الكوكب لبرها؟ لم تنتهي بعد اشتركوا في القناة